اهو غلا، اهو غلا، اليوم بإذن الله خلاص راح نبدأ سنابات مكثفة مرتبة كل يوم ما حبيت أبدأ في نص رمضان وفي العيد وقتا علين كنت مسافر وكانت أمور الجامعة بتخلص فالحمد لله كذا حتكون بداية كذا قوية بإذن الله من اليوم نص العيد خلص ورمضان خلص فالمعظم لا يبغى يبدأ في مشروع يبغى كذا ينجز في حاجة فعشان كذا هذة ثلاث أيام الجاي الخميس والجمعة والسبت راح تتكلم عن طريقة مذاكرة اختبار الآيلز كيف تبدأ تذاكر الآيلز وأكيد كيف تقدر تطور لغتك لأن الآيلز معتمدة عن اللغة فلازم تطور اللغة وتجهز لنفسك الآيلز فحتكلم عنه بتفصيل وحبدا وضح لكم بعض الأمور راح راح أجيبها اللي هي الهدف قبل ما تبدأ في أي مشروع أول حاجة تاخد هدف واقعي وتحدده ويريت تكتبه فعليا قدامك لأنه من جد هذه الورقة هي كل الأشياء وكل أهداف موجودة هنا سهيل تحط هدف وأنت ما عندك فكر عن اختبار يعني ايش هيكون هدفا فبوضح لكم بشكل سريع عن نظام اختبار الآيلز وكيف تقدر تحط هدف واقعي خلال شهر شهرين أول جزئية اختبار الآيلز ما هو اختبار تختبر فيه وتجيب درجة على طول لازم تحتاج لمذاكرة على الأقل أربع أسابيع هذا الأنصح به منما منما مسبوعين لكن من شهر لشهرين بيكون وقت جدا ممتاز أكثر من شهرين أعتقد ماله داعي مو لازم يعني شهرين يمديك توصل فيها درجة جدا قوية فكرة عن نظام الدرجات في اختبار الآيلز الآيلز من 9 طيب الدرجة اللي أنا وإنت راح نحتاجها هي من 6 إلى 7.5 6 تعتبر درجة ممتازة لغتك في الإنجليزي أنت جيد جدا يعني تقدر تتكلم تقدر تسمع تقدر تفهم تقدر تسافر براحتك وتقدر تشتغل يعني زي ما تقول إنه هذه الدرجة مطلوبة في الجامعات الباكريوس حتى في الابتعاث مطلوبة 6 إلى 6.5 درجة 7 تعتبر درجة ممتازة إذا أنت جب درجة 7 معناه أنه لغتك في الإنجليزي ممتاز يعني أنت مستوىك ممتاز حرفين في اللغة الإنجليزية مستوىك أدفانسد سبعة ونصف جدا سبعة ونصف جدا فوقت سبعة ونصف ما أحد رح يحتاجها لأنها درجة جدا درجة جدا متقدمة حتى الناس لا يحتاجونها باقتصار شديد فإحنا إذا تبغى تجيب درجة جدا ممتازة فهدفك يكون من 6 ستة ونصف بالكثير 7 مرّة إذا كنت تبغى تجيب درجة قوية يمكن أن تضعها 7.5 كلامي اللي يبغى يجيبوا درجة قوية في إختبار إيلس ما هم عارفين المتطلب الموجود في الجامعة اللي ما يعرفوا اليش المطلوب منهم لكن إذا مطلوب منك في الجامعة أو في الوظيفة الدرجة الفلانية فإنت عارف هدفك أوريدي ممكن تزود عليها نصف عشان تقدر تميز نفسك لما تقدم للجامعة لما تقدم للوظيفة فإتسر تيو الكلام اللي أنا ملاحظ عن تجربة إنه مئات الناس اللي بدأوا معا وقالوا لي مستواهم معظمنا أنا وأنت مستواك تقريبا ثلاثة إلى أربعة في الإيلس إذا أنت مستواك وتعرف تتكلم مستواك ممكن خمسة وخمسة ونصف وستة بالكتير فمعظمنا يبدأ بمستوى أقل من المتوسط اللي هو درجة ثلاثة في اختبار الإيلس فهذا معناه إذا أنت زيي إنه تعرف اللي بسيط تقدر تفهم كلمات بسيطة مستواك ما هو قوي فهذا معناه مستواك أقل متوسط لما تحسن سك أنك يفاهم أشياء ومدري إيش وتتكلم في وظيفة واشتغلت وتعاملت مع ناس بالإنجليزي هذا معناه أنه مستواك أربعة خمسة بالكتير الشي اللي قاعد يسير إنه حاليين مستوانة ثلاثة واربعة ونبغى جيد درجة ستة ففرق كبير في الدرجة يعني لأنه في الإيلس الدرجة واحدة ما هي زي درجة سريع لا تاخد جوت كبير فمو عشان أحطيمكم ولا عشان كذا أقول لكم لا الموضوع مر سهل ومر لا خلينا نكون إيجابيين بواقعية هذه حاجة جدا مهمة دائما أركز لما أكون إيجابي أكون بواقعية معظمنا يش يقول لا عبد الرحمن ممتاز خلينا أحجزي الاختبار الأسبوع الجاي أعطيني كم تكنيكة سريعة وأدخل الاختبار ما حينثا هذا ممكن يكون بديهي لبعضكم لكن أنا راح أعيد هذا الكلام للأسف مرات ومراك لأنه للأسف هذا اللي قاعد يسير على أرض الواقع إنه معظمنا يجي يختبر الاختبار بعد أسبوع ويقول لأختبار صعب ويجي يختبر بعدها بأسبوعين ويقول لأختبار صعب مرة ثانية ويقول الشخص يجي يقول لي عبد الرحمن اختبرت الآية سبع مرات ما أقدر درجة ما هي راضي ترتفع أبا اختبر توفل مثلا أو بختبر استبل لأنه أعتقد أنه أسهل مع أنه ما أعطى ولا أسبوعين إنه يجلس فعلا إذاك الاختبار بطريقة مرتبة فحطوا قدامكم هدف واقعي وعطوا قدامكم هدف واقعي وعطوا الوقت يعني أنا حبيت أنه أكون ناجح وقدما كان هدفي أنا كبير قدما احتشت أعطي وقت أكثر هذه قاعدة صراحة أخدها دائم في كل حاجة في حياتي فنفس الشي نطبق على الآيلس قدما كان التفع هدفك قدما قلت أنه ما أبغى درجة خمسة أبغى أجيب درجة ستة في الآيلس قدما احتشت أعطي وقت أكثر لا أنا أبغى درجة مثلا سبعة سبعة ونوص في الآيلس احتشت أنك تعطي وقت أكثر بكثير من درجة ستة فبليز يعني خذ هذا الموضوع وخلينا نكون إيجابين بواقعية ما في حاجة مستحيل ما هو مستحيل تجيب السبعة ونوص أنا الحمد لله وصلت درجة ثمانية ما عنده أول اختبار لي كنت جايب فيه درجة ثلاثة هذا مرة ثاني بركز فيه لأنه أنا شايف الناس يا يمين يا يسار يا يقول لك كل حاجة إيجابية كل حاجة يمكننا نسويها بإذن الله رح أحجز الاختبار السبوع الجاي وإن شاء الله قد رحمن دعواتك إنه يجيب الستة وعطيني نصايح سريعة كده بس أشياء السريعة يقدر جيب فيها سبعة فهيختبر وللأسف يتعلق ومتقاش فهذا إيجابية بسطحية في ناس سلبين بالكامل يقول لك لا مستحيل يا حبيب معقد الموضوع لازم تخرج بره هذا ما هو عمرك مستحيل توصل الستة لازم تبتعث لازم تدخل في معاهد كبيرة ولازم تتكلم عن ناس ناس وحط قدامه حواجز وهمية إنه ما يقدر يوصل مع أنه دحين التقنية موجودة والكتب موجودة وكل المصادر موجودة دحين مو لازم تسافر مو لازم تدخل معهد وتصرف مبلغ تقدر تقوميها دحين وما في أفضل من اليوم اللي قلته اللي هو بتقدر تسميه التفكير أو مبادئ في الآيالدس أو في نفس الوقت تحفيز هي عبارة عن أساس النجاح شخص كده مرة أثق بكلام واسمه تاني روبينز كتب كتب كثيرة قال إنه سبعين بالمئة من النجاح هو عبارة عن التفكير إذا التفكير زابط وعن أفكاركم مبادئك سليمة راح توصل تقدر تحقق الشيء اللي تبغى ثلاثين بالمئة من النجاح هي الجهد وسبعين بالمئة من النجاح هي المايندسيت إنكم يقول لا الموضوع برحمان أحسه مرة صعبة وأنا ماني تكدر ذكي ووجي وخلص ويأفهم الموضوع لا أنا حس الموضوع صعب أنا لسه مبتدئ أو أنا مثلا اختبرت مرة وما جيبت الدرجة وخلاص الموضوع معقد يعني مقفل علي مين قفل عليك؟ مين قالك ما تقدر؟ صراحة معظم يترى يعني يحسس نفسه إنه ما يقدر وما يعطي الومت عشون كده يقول لا كده ما حعطي وقت لأنه كده ما رح استفيد وصدقني مهما كان مستواك عقليا أو ذكاءك ومدري إيش إذا أعطيت ساعة واحدة في اليوم راح تلاحظ فرق في درجتك في اختبار IELTS والكلام هذا بقول لكم عن تجربة وأنا هنا على السنابات بس عشان أقول لكم عن تجربة هذه لأنه I did it and you can do it too حاسس الذكر أعرف أنه قاعد أطول عليكم لكن كلامنا ملاحظوا إنه الناس اللي يتكلم عن اختبار IELTS كثار روح اليوتيوب أكتب بالإنجليز حتلاقي ناس كثار لكن ليش أنا موجود هنا عشان أقول لكم إنه guys I did it كان مستوايا جدا مبتدي ولا مرة سافرت ولا مرة دخلت مع أحد من درجة ثلاثة في ال IELTS الحمد لله وصل درجة ثمانية بس عشان أقول لكم إنه إذا أنا قدرت تسويها انتوا أكيد تقدروا تسويها وهذا أول نقطة ثانية التجربة والشيء الصعب اللي مريت بيها والمعاناة اللي عانيتها ما أبغاكم تعانوها فكل خلاصة التجربة والعصارة تجربت بحاول شارككم إياه فالموضوع صار أسهل أسهل بنسبة ليك وغير كده أنت قاعد تشوف الشخص أولريدي سواها مو شخص كمان حاولوا شارك تجارب ناس أكثر فتشوف إنه في ناس قاعدين يسووا يعني في ناس يقدر يحققوا هذا الشيء فالميندسيت شيء جدا مهم فأول ما تكون زبطت الميندسيت عليك دي حين تبدأ فإيش تبدأ أول جزئية بعضكم يبغى كده يبدأ بمصدر يبغى بكتاب يبغى يبدأ بحاجة يقدر يمشي عليك فرقم واحد الإسنابات مستمر كل يوم كل يوم حاجة يتكلم يعني زي بيقول إحنا نمشي بالترتيب رقم اثنين كتاب دليلك الآيص في كتاب كتبته 2015 ففي منه نسخة ورقية وفي منه نسخة الإلكترونية النسخة الإلكترونية مجانية بالكامل كل طموح في هذاك الكتاب إنه مجد أبغى هذاك الكتاب يوصل لكل شخص يبغى يختبر اختبار آيص عشان يتخلص من معانات الاختبار ويفهم آيص بشكل صحي فالكتاب الإلكتروني موجود مجانا يعني تسوايب اوب وحمل الكتاب على طول رقم اثنين إذا تبغى الكتاب ورقي سوايب اوب حيكون عندك خيار إنك تشتري الكتاب الورقي ويوصل لك خلال تات أربعيه